أهلا بكم مشاهدين الكرام أهلا بكل ديوف مصر فباب مصر مفتوح دائما لكل من أراد الخير لها ولشعبها الشعب الذي قيل عنه أنه لا يعرف المستحيل ولا يرتضي بالخلود بديلة ولأن الأحلام لا تسقط أبدا بالتقادم فمن هنا من العاصمة الإدارية الجديدة التي كانت في أحد الأيام مجرد فكرة نشهد اليوم من رسم توقيع أكبر صفقة استثمارية مباشرة في مصر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى ولأن الاقتصاد المصري اقتصاد قادر على تخطي التحديات الإقليمية والدولية في ظل الظروف الراهنة وهنا لا تحدث من قبيل المجاملة أو حتى الشعارات البراقة فلغة الاقتصاد هي لغة لا تعرف سوى الأرقام والشركات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المعبرة عن أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة بكل الآمال التي تحملها والطموحات التي تسعى لها الصفقة الاستثمارية التي يشهدها اليوم مجلس الوزراء ويشهد توقيعها تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الموارد للدولة من النقد الأجنبي فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل في مصر هذه الصفقة التي لم يكن الطريق ممهداً لعقدها أو لعقد غيرها من الصفقات الاقتصادية المباشرة في مصر بل كان مليئاً بالتحديات والعقبات ولكن كعادتها مصر قوية أبي على الانكسار أو على أي ضغوط وإملاءات خارجية وها هي اليوم تجني ثمارها بشراكة مع كيانات كبرى فمصر تدرك جيداً أن الاستثمار مطلب أساسي لمواجهة العديد من التحديات التي تواجهها وصفقة اليوم هي بداية جني الثمار الحقيقية لجهود وعمل دعوب بدأ منذ عام 2014 بمحاربة الإرهاب وتكفيف منابعه لتحقيق الاستقرار الأمنية فلولا الأمن والأمان مكان لهذه الصفقة الاستثمارية المباشرة أن ترى النور فكما نعلم جيداً أن رأس المال جبان ودائماً ما يبحث عن الأمن والاستقرار قامت مصر أيضاً بتهيئة مناخ الاستثمار خلال الأعوام الماضية وكانت أولى خطواته الجادة في 2016 ببرنامج للإصلاح الاقتصادي هذا البرنامج الذي جعل الاقتصاد المصري اقتصاداً قوياً مرناً قادراً على مواجهة الأزمات وهو ما تحقق بداية من جائحة كورونا وما تلتها من أزمات عصفت ليس فقط بالاقتصاد المصري بل أعتى الاقتصادات العالمية مصر دائماً ما تتجه إلى الخيار الأصعب في التنمية ومصر قامت بتمهيد الطريق أيضاً من خلال شبكة الطرق الكبيرة التي قامت من خلالها بإضافة سبعة ألاف كيلو متر من الطرق الجديدة لتصبح شبكة الطرق في مصر أكثر من ثلاثين ألف كيلو متر يمكن من خلالها سهولة التنقل شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً وكانت سبباً رئيسياً في إبرامي صفقة اليوم ترجمة نانسي قنقر